ضمان التعبئة دائمة والمراقبة اللازمة للسوقات مع الحرص على تطبيق القانون والتقليص ما أمكن من حوادث السير التي انخفضت بنسبة 16% خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام قضايا إلى جانب أخرى تدارس هذا الانشماع للجنة الوطنية للمراقبة الطرقية الذي تشارك فيه كافة القطاعات المعنية بالنقل والسير على الطرقات كان أعتقد لكتفنا العمل دينا كما قمنا به في هذه الشهر الأولى وكان واحد ليقضى وكان واحد تعاون وكان أيضا واحد القبول من طرف المواطنين غير ممكننا إن شاء الله نشوف هذا المنح التصعودي واللي غير يخلينا إن شاء الله خلال هذه السنة نحق نتائج طيبة بالنسبة لمواطنين يعني نقص 16% ما شيء سهل تقريبا ما يقارب 700 دي الأرواح اللي غير نقدوها هذه السنة إنقاذ مزيد من الأرواح حسب عبد العزيز الرباح سيجنب بلادنا تفاقم المعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي آلمت ما لا يقل عن 14 ألف عائلة ولذات السبب تبقى الصرامة في تطبيق القانون خيارا لا بدل عنه هناك أخطاء لا بد أن نكون فيها صارمين السرعة القاتلة شرب الخمر يعني الحمولة الزائدة أكثر من اللازم إلى غير ذلك الصياقة بدون أوراق يعني فأنا كان أعتقد كان أمور لا يمكن أن نكون فيها إلا صارمين ولكن إذا كانت تعلق الأمر بعض الأخطاء التي يمكن أن تعالج وليس لها أثر بعض المخالفات ليس لها أثر على أرواحنا كان أعتقد هذه يمكن تكون فيها المرونة المرونة بهذا المفهوم حسب الوزير نفسه لا تعني خرق القانون أو التماد في التجاوزات ذات أثر على أرواحنا